جلسات وفعاليات ثرية لمؤتمر كابتون تي سافن لتغير المناخ هذا المؤتمر الذي ينعقد هنا على أرض السلام في مدينة شرم الشيخ لكي تستمر مصر في إبهارها لكل العالم لهذا التنظيم الرائع لهذا المؤتمر الضخم والأبرز من نوعه في مكافحة التغيرات المناخية والأثار السلبية للتغيرات المناخية لكي نصل إلى قرارات مفاعلة ومنفذة على أرض الواقع من خلال الشعار الذي يحمله هذا المؤتمر معا للتنفيذ يشرفنا أن يكون معنا على شاشة التلفزيون المصرية على شاشة القناة الأولى دكتور ياسين أحمد عباس رئيس الهلال الأحمر العراقي دكتور ياسين أهلا بحضرتك أهلا وسهلا وشكرا للتلفزيون المصرية وللقناة الأولى على إتاحة هذه الفرصة لمخاطبة الشعب المصري الشقيق والشعوب العربية عبر هذه القناة العريقة مرحبا بحضرتك على أرض مصر وفي مدينة السلام مدينة شارم الشيخ وطبعا على شاشة التلفزيون المصري شكرا دكتور ياسين هذا المؤتمر اللي بيحتل أهمية كبيرة جدا على الساحة العالمية قبل أن يكون على الساحة المحلية لأنه بيتصدى لقضية من أخطر القضايا التي يتعرض لها كوكب الأرض بشكل كامل معضلة إنسانية بتواجه البشرية بشكل كامل وبالتالي كان لابد من أن يكون هناك تكاتف للمجتمع الدولي بكل أطرافه من أجل التخفيف من التغيرات المناخية والأثار السلبية وأيضا العمل على التكيف مع هذه المتغيرات وحدتها الحقيقة أن الهلال الأحمر العراقي قد بادر منذ فترة طويلة إلى تحسس الآثار السلبية على مجتمعاتنا الأكثر ضعفا في العراق وبادرنا لاتخاذ مجموعة من الإجراءات للحد من هذا التأثير على هذه الفئات التي ضرت أكثر من غيرها نتيجة التغيرات المناخية خصوصا في مناطق شهدت ولادة الحضارة الأولى في العالم في جنوب العراق يعني في منطقة سومر والتي تحوي الأهوار وهي مناطق شهيرة هذه المناطق تأثرت نتيجة الجفاف نتيجة التغيرات المناخية وكذلك نتيجة الجفاف الناتج عن السدود التي أقيمت على منابأ نهر الفرات ونهر ججلة في المناطق التي تقع خارج حدود العراق هذه أيضا كان لها تأثير بالغ وكبير على موجة التصحر وموجة فقدان البيئة المائية الرطبة التي ينتهن الكثير فيها مهنتي الزراعة وتربية المواشي وكذلك الصيد وهي مهنة قديمة جدا حيث هناك طريقة لشيء أو شوش سمك يعرفها كل زائر في العراق هي السمك المزقوف هذه حضارة قديمة استخدمها العراقيون كطريقة محددة لهم نشهد اليوم فقدان هذه الكتلة المائية الكبيرة للأسف الشديد ونشهد اليوم أيضا فقدان هذه العوائل لمصادر رزقها ونشهد اليوم هجرة من هذه المناطق ونعتقد أننا نحن كدولة مثل العراق وكمصر نتشارك في هذه الهموم نتشارك كثيرا ولدينا تحديات تقريبا مشتركة في هذا المجال ومن المصادفة أن نحن في العراق ومصر أقدم حضارتين نحن من علمنا الإنسانية كل هذا التطور وكان الفضل لنا في إيجاد الحضارتين الأوليتين في تاريخ البشرية كلها نعاني أكثر من غيرنا اليوم معا من أكثر حالات الجفاف والتأثر من التغييرات المناخية والتدخل البشري التي ذكرتها وهي إقامة السدود على منابع أنهر دجلة والفرات والنيل أيضا في هذا المجال في هذا الإطار ونحن في كل يوم من أيام المؤتمر بنناقش الكثير من الملفات المهمة للغاية وكما تبعت حضرتك الدكتور ياسين أنه كل يوم بيحمل عنوان تابعنا طبعا اليوم الخاص بالتكيف والزراعة وبنتابع أيضا اليوم الخاص بالمياه واللي بيتحدث عن كل القضايا المتعلقة بالإدارة المستدامة للموارد المائية وأبرز أيضا القضايا الخطيرة مثل ندرة المياه والجفاف مثل ما أشرت حضرتك كيف يمكن التصدي لهذه المشاكل وليس فقط بمجرد المناقشات أو التباحث ولكن الوصول إلى قرارات تنفذ على أرض الواقع من خلال COP27 نعم صحيح يعني أعتقد أن مجتمعاتنا هي ضحايا للتقدم التكنولوجي الكبير الذي يؤدى إلى ارتفاع درجات حرارة الأرض ونحن يمكن من أقل الدول التي تنتج ما يؤثر على البيئة وحرارة الأرض لذلك هذا المجهود يجب أن يكون مجهود عالمي بالدرجة الأساس فيه تكاتب وفيه تكامل وفيه تفهم لحاجة مجتمعاتنا لتخفيض مستوى الحراري للأرض لتنخفض أيضا وللحفاظ على 1.5 ديجري هذه مسألة يجب أن تكون التزام من الدول التي تؤثر والتي تنتج والتي تستهلك طاقة أكبر تؤثر علينا وعلى مثلاتنا من الدول التي هي في طور النمو هذا هو الشيء الأساسي التي نعتقد أنه يجب أن نسعى إليه نعم وإذا ما تحدثنا عن قضية التمويل هذا الملف الأبرز الذي يعتبر بمثابة حجر الزاوية لتنفيذ أي إجراءات مناخية مثل دعم المبادرات المختلفة التي طبعا تهدف إلى دعم الدول النامية الأكثر تضررا من هذه الأثار السلبية للتغيرات المناخية كيف تبعت كل ما تم خلال هذه الأيام السابقة من مؤتمر كوب 27 وكيف يمكن أيضا أن تفاعل على أرض الواقع في ختم هذا المؤتمر يعني ما لاحظته هناك توجهات لكن هذه التوجهات يجب أن تتأكد وتتحول إلى أفعال في قضية تمويل الدول الأكثر تضررا من الدول الأكثر انتاجا وتأثيرا في حرارة كوكب الأرض هذه المسألة أعتقد تشكل وخصوصا أنعقادها في مصر وهي تقع في قلب العالم وفي منطقة الأكثر تأثرا في أفريقيا وآسيا تشكل عنصر ضغط أخلاقي بالأساس على دول العالم المتقدمة والصناعية الكبرى أن تبدأ إدراك ما أثرت وما تؤثر به مستقبلا نتيجة استخدامها غير المسؤول للوقود الأحفوري بشكل كبير على التغييرات المناخية وأن تبدأ بأعمال جدية وفعالة في تعويض هذه الدول وفي مساعدتها للتحول للطاقة الخضراء هناك تفاؤل بما حدث من تعهد من الولايات المتحدة بتمويل مبلغ 500 مليون دولار لمصر لبدء بإنشاء مشاريع الطاقة الخضراء وآمل أن تكون هذه الخطوة الشاملة لبقية الدول العالم الثالث في هذا المجال نعم هذه المبادرات التي تم الإعلان عنها حتى الآن برأيك كيف يمكن أن تنفذ وأن تكون بالفعل موجودة على أرض الواقع وخلال مدى زمن معين حضرتك أشرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمبادرة التي أعلنتها ماذا عن باقي الدول الأكثر الباقي الدول الأخرى التي أيضا تعتبر أكثر تأثيرا وسببا في هذه التأثيرات المناخية والأثار المناخية السلبية للتغيرات المناخية الأمم المتحدة أعتقد يجب أن تتحمل مسؤوليتها الكبرى في هذا المجال وأن تنشأ صندوق هذا الصندوق يجب أن يمول مشاريع التحول للطاقة النظيفة في الدول النامية وأن تعوض هذه الدول عن الأضرار التي لحقت بها وأن تعوض مجتمعاتها عن الأضرار التي لحقت بها وربما الخسائر والأضرار هذا المصطلح الذي ظهر لأول مرة هنا في كارتونتي سيفن عن باقي المؤتمرات السابقة لمعالجة هذه النقطة تحديدا بالضبط لأنه الآن المؤتمر يقام في دولة متضررة وفي قلب منطقة متضررة لذلك بالتأكيد هذا أعطى فرصة إقامته في مصر أعطى فرصة للدول المتضررة أن ترفع صوتها في هذا المجال وأن يكون صوتها مسموعا لأن العالم حينما يصل هنا سيشهد بعينه نتيجة هذه السياسات الخاطئة في التعامل مع الوقود ومع رفع درجة حرارة الأرض هذا هو أعتقد تأثير مباشر لإقامة هذا المؤتمر في المنطقة وفي مصر بالذات حضرتك دكتور ياسين أول مرة بتزور مدينة شرم الشيخ بالتأكيد نعم عايز أعرف رد فعلك عندما وصلت إلى مدينة شرم الشيخ والمساحات الخضراء الموجودة استخدام الطاقة النظيفة هناك الكثير من السيارات والحافلات التي تستخدم الكهرباء والغاز الطبيعي وذلك من أجل الحفاظ على البيئة المنطقة الخضراء اللي بيها مساحات شاسعة خضراء وبتستخدم أيضا توجد فيها الكثير من الأنشطة الرياضية اللي بتستخدم حتى الدراجات بالكهرباء حقيقة كان لفرصة أمس أنه أخذت جولة مع الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري واطلعت على تجربة رائدة نفذها الهلال المصري بتوفير دراجات لاستخدام مجاني ودراجات أيضا تدار بالكهرباء وهذه مبادرة أعتقد تكون الأولى من نوعها في تشجيع الناس استخدام الطاقة البديلة لعمليات التنقل أيضا شاهدت الباصات المجانية الكهربائية وهي يمكن تكون أيضا تجربة رائدة في مصر لأن أنا مطلع على القاهرة وأعرف تفاصيلها وأعرف الزحامل بها وكمل الهائل لاستخدام الوقود فيها الآن هذه ممكن تكون نموذج يقتدع به ما تم الحقيقة في مدينة شرم الشيخ والطاقة الشمسية أكيد حضرتك بردو وقتها وأغنياء بالطاقة الشمسية وأغنياء بطاقة الرياح وأيضا يمكن استخدام الكثير من البدائل للطاقة والوقود العفوري الذي ينقلل من خلاله من نسبة ارتفاع درجة حرارة الأرض والتأثيرات التي تنتج لذلك تجربة شرم الشيخ يمكن أن تكون نموذج تستنسخ لأننا نتشابه في المناخ وفي البيئة الصحرات حولت إلى منطقة خضراء وهذا شيء رائع طبعا حقيقة والمدينة مبهرة بكل المعاني أشكرك شكرا جزيلا دكتور يسين أحمد عباس رئيس الهلال الأحمر العراقي شكرا جزيلا لهذا اللقاء على شاشة التلفزيون المصري وأهلا ومرحبا بك دائما على أرض مصر وفي مدينة شرم الشيخ شكرا جزيلا شكرا لك وشكرا على هذا اللقاء الرائع شكرا جزيلا